في آية 2 مكتوبة أنا يحنى رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها شو رأيك فهي الآية؟ هذا يتكلم يعني نفهمها في عدد تلانت اللي بعدها وسمعت صوتا عظيما من السماء قالوا هو ذا مسكن الله؟ مع الناس الحقيقة الآية ده بتتكلم عن تتميم القصد الأزلي عند الله بعد انقضاء السموات والأرض وانتهاء فترة الملك الألفي في حاجة اسمها الأبدية يوم الله الأبدية روشليم الجديدة هي الكنيسة التي من خلالها يستطيع أن يسكن الله مع الناس رعاية الملك الألفي لا يتنقلوا إلى الأرض الجديدة والساموات الجديدة ويبقى في حاجة اسمها سكن البر سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر فالبر في الأبدية في يوم الله الأبد يسكن لأنه لا توبط خطيئة يدينها البر عاوز أن نوه أن هذه الآيات كمان مذكورة في العهد القديم تمام كمبوات مستقبلية لكن حلو نعرف أنه المسيح هو اللي صانع كل شيء جديد وخالق